listening and how to improve it let's get started i miss you so much listening او الاستماع في ناس كتير مننا فاكرينه انه من اصعب المهارات اللي انت ممكن تتعلمها لما تيجي تتعلم اي لغة جديدة بس انا شايف عكس كده خالص انا شايف ان listening من الحاجات السهلة جدا لو انت عارف ازاي انك تسمع هتعود معايا اقل من خمس دقايق في الخمس دقايق دول هقول لك على شوية اسرار وشوية مصادر كمان شوية اه نقط او طرق واسليب تسمع بها عشان تطور مهارات listening بتاعتك كمان هتكلم على شوية applications يعني تطبيقات وشوية ويبسايتس مواقع تساعدك في انك كمان تزبط الحتة بتاعت listening اول نقطة معانا عشان تطور listening هي say right يعني انت الكلمة النقط اللي هي علاقة كبيرة جدا اللي بشوف ناس كتير يفترد يعني انه نقطة بتاعه هو نقطة الصحيح لكن انت منفعش تعمل كده خالص لان بنسبة كبيرة النقط اللي انت بتنتقل الكلمة هو النقط اللي الغلط singer singer المغني من singer اوكاي زي ما احنا بنقولها فتخيال ان انت بتيجي تسمع الكلمة دي من native وودانك مش متعودة عليها لان انت عملت انت الغلط وبتعود ودانك على النقطة الغلط عمري ما ما ودانك هتسمع النقطة الصح باعتمد على كموس اسمه cambridge dictionary online القموس ده بنت امريكان انجلش وبريديش انجلش دايما اي كلمة بتتعلمها جديدة حاول تروح تنطقها تاني نقطة معك هتفرق معك جدا في الليسنينج وحاول تشتغل عليها على القل مرة واحدة في الاسبوع حتى لو هتاخد منهم خمس كلمات بس هي المانيمول العبارة عن الكلمات المتشابهة في الانجلش في النطق ودي في منها كتير انا بشوف دايما الناس بيعانوا في الموضوع دوات زي مسلا كلمة reach يعني غني وريتش يعني يوصل زي كلمة than within زي كلمة want يريد ووانت اللي هي i will not في الانجلش انت شايف الملطق في يوم قريب جدا في الانجلش فانت بيعملك مشكلة ببيرة في الليسنينج تخيل انت بقى لو اشتريت نودبوك او كراسة وقسمت الكراسة ديت حروف وجيت في كل حرف تمام حطيت كلمة زي مسلا كلمة than بتبتدي بالt يبقى تعمل عمود كده تحط في خمس صفحات لحرف t بالكلمات بتاعته بحيس ان انت لو لقيت كلمة بعد كده متشابهة في النطق مع كلمة than ارجع على حرف t زي ما انت مقسمه عندك في الكراسة وحط فيه كلمة تانية موضوع ده حيفرق معك مية وتمانين دار هتلاقي طبعا فيديوز كتير عندي على لو انت اول مرة خد لك جولة كده في البيج هتلاقي فيديوز عاملها على تالت نصيحة النهاردة وطلعت نقطة يعني اسمع دايما بودانك مش بانيك يعني ايه بشوف دايما كتير ناس ما اللي بتحاول تعتمد على تكنيك اللي هو يسمع بلاقي ناس بتحاول تسمع اغاني بس بيقراها في نفس الوقت حاطت او الكلمات بتاعت الاغاني بيحاولوا يتفرج على فيلم بس حاطت برضو الكلام بتاع الفيلم وقصده في نفس الوقت خلينا اقول لك او اصدمك ان للأسف الاسلوب ده او الماثد دي مش هتمشي جامد قوي ومش هطور الليسنين بتاع الايرت بتاعك اسمع بس وبعدين ارجع بعد كده بص على الكلام لكن ما تعملش الاتنين مع بعض في نفس الوقت انا بقى النهاردة حسنع الموضوع عليك خالص وحخليه اه اه مش هخليك تعمل حاجة ديت انا جيب لك عالمية شغالة بنفس الاسلوب اللي انا بقول لك علي ده انها ما بتسمعكش وبتخليك تيعجى الكلام في نفس الوقت لا بتسمع بس وبتحاول انك تخمن معنى الكلمة الموقع الاولاني اسمه ليريكس ترينينج زي ما انتم شايفين هنا هو اه 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 دور جديد ايس كده اه ابتدي اشتغل عليك اه اه الموقع الاول مفروض يجليك سفحة ثانية عليها اه 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 good web لان هو بيبقى عرض عليك الابلكايشن عاوز تنزل الابلكايشن بتاع الاندرويد ولا عاوز تنزل بتاع اه البستور اللي هو اللي بيشتغل على الايفون ولا عاوز تشتغل على الموقع انا هنا فتح اللابتوب فهشتغل اللابتوب بتاعي فهشتغل دريكتلي على على الموقع اه خلان افترض بقى ان انت مسجل زي كده وتسجيل فور فري مجانا ممكن تسجل بحساب الفيز بتاعك بتختار من هنا اللغة انا عاوز انا اخترت اللغة جيرمان عشان انا بحب اسمع علي اغاني الماني كتير بيجيب لك اغنية هنا مثلا و بيجيب لك اغاني تانية كتير الماني بتختار الاغنية اللي انت عاوزها بتدوس هنا بقى وبعد كده بتختار بقى ما بين المستوى بتاعك beginner مبتدئ expert خبير تمام بس خلينا ايه نقول ان احنا هنختار خير الامور الوسط و نبتدي press here to start the game الجيما بقى بتكبيرك فعلا كنك تسمع فبندوس هنا press here to start the game بقى مديك بقى كلمات وسهب gaps يعني مديك شوية كلمات من اللوخناه وسهب كلمات تانية تم لاهم فوقكمل بس بجيب انتسيكلوبي انتسيكلوبي مسانيوانا و دي تمام وكمل عادي خلق اسلوب فان و ممتع جدا 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 بس ما ينفعش تعتمد على انك تطور الانجلش بتاعك او اي لغة من الاغاني بس لان الاقاع بتاعي بمختلف شوية عندي بقى ابليكيشن تاني مكمل او موقع تاني اسمه esllab.com ده ملوش حل و مش عارف ازاي لغة دلوقتي هو فور فري او لسه بلايش ده بقى مفيش منه ابليكيشن ده ويبسات بس بس ممكن يتفتح على اي حاجة لما تجي تفتحه على الموبايل بتاعك تاني انا فتح اللابتوب بتاعي هتلاقي مكتوب على الموبايل بتاعك show desktop version show desktop version show desktop version show desktop version يعني وريني version بتاع ال desktop بتاعك show desktop version عشان يفتح زي كأنه فتح على اللاب حتدوس عليه وبعد كده هتلاقي زي ما انت شايف عندنا ثلاث عواميد هنا اوكي العمود الاولاني easy والتاني medium طيب برضو اه مقسم الموضوع بطريقة حلوة جدا حسب المستوى بتاعك مش كل في بعض اه انا ابتدي مسلا بموضوع من الموضوع easy شوف اهم فتح اه هتلاقيوا طبعا هنا ببديئة دقيقتين ماكسومم تبتدي تسمع دوت على القل مرتين او تلات مرات لو انت فاهم طبعا اسمعها مرة واحدة ما فهمتش قوي ابتدي بص على الاسئلة ديت تمام اه ليه انا عاوزك اخلينا نقول لك ما فهمتش بعد كده تعمل ايه بقى لو ما فهمتش خالص في النهاية هقول لك بقى تتاق على حاجة ممكن تعملها شايف انزل كده ودوس على هنا حاجة اسمها كوز سكريبت لما توز على كوز سكريبت ديت في كل تواك هتلع لك الكلمات بتاعت التواك واحد يقول لي طيب يا عام ما انا اعمل كده من الاول وخلاص ابص على الكلمات واحل والدنيا حلو اوي او ابص وانا باسمع لما انا زي ما قلتلك listen with your ears not with your eyes لازم تشغل دينك الاول وحده مرة واثنين وثلاثة وبعد كده تبص على الكوز سكريبت لكن لو شغلت الكوز سكريبت من الاول انا بقول لك من دلوقتي هو بلح و الموضوع مش هيباليه قريمك بيرجد انا اضمن لك لو اشتغلت على الموقع دوت يا سيدي خمس ده في اليوم عشر ده ماكشمم سداني في اقل من شهر حاطت الطور الليسنج بتاعك مع الموقع التاني learn some secrets to listen better يعني اسمع شوية اسرار او اعرف شوية اسرار تخليك تتعلم او تسمع اسرع اي لغة زي ما احنا قلنا قبل كده حتى لو انت تعلمت الكلمة كويس في القموس القموس لوحده اه هيديك نطق الكلمة صح القموس في الانجلش هيفشل في ان هو ينتقل الجملة على بعض صحيحة زي ما النيديفز بينتقوها وبنفس السرعة طيب الحل ايه؟ الحل ان في اسرار او secrets في اي لغة بتخليك تسمع اسرع الاسرار دي لها علاقة بان ازاي تقول الجملة كلها كأنها واحدة واحدة كأنها one unit الجملة دي الجملة ديت لو انا حقولها بالراحة خالص بس هقول اي ام ات اي كافي بس بسرعة هم بيقولوا ايه؟ بيقولوا ام ادى كافي ام ادى كافي ام ادى ام ادى كافي تمام؟ يعني هو عمل ايه؟ هو عمل حاجة اسمها ربط الجملة كلها على بعض شد الفاولز حاجة مثلا زي يعني الكلمات لما بتختصرها بتتألك لديكن الحاجة الذين بردن كانت عملت عليها فيديوز قبل كده لو عاوز تتفرج عليها الفيديوز بتاعتي او الفيديوز التانية لاي حد من الزوم很多 بس ما توقفش تعني بس نهار ده جايب لك مصدر مصادر الانا Extra باعتمد عليها عشان اعمل عليها الفيديوز بتاعتي دي الفيديوز بتاعتي دي خطاب من الكتب الروعاء جدا فيه اللغة اسمه سلانجمن سلانجمن هتلاقي فيه اسرار كتيرة زي دي لان انا مش جاي النهار ده اقول لك الاسرار انا جاي اقول لك خطوات سلانجمن ده حاول تشتغل عليه برضو مرة او مرتين في الاسبوع هتلاقيه موجود في اللينكات اللي تحت الفيديو الكتاب دوت رائع جدا مكتوب بطريقة مش اكاديميك مش اكاديمية هيساعدك جدا في انك تطور بتاعك وحيتورك النقط بقى برضو زي ما اتفقنا لو نقطك تطور بتاعك هتطور يعني اختار انت المفروض تسمع ايه بالزبط يسمعوا حاجة والانرميديز بيسمعوا حاجة والمتقدمين بيسمعوا حاجة وزي ما احنا شفنا في اللي انا وقتها لك من شوية الموضوع متقسم كده انت برضو لو حتشتغل بقى لابلكيشنز دي دايما اختار المستوى بتاعك ما ينفعش مسلا تتبقى لسه في الانجلش وتروح تسمع لي الامنم مسلا باي